اشتركوا في القناة كما كتبه على الذين من قبلنا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ولشهر رمضان فضائل جم ومن هذه الفضائل أولا الصيام جنة من النار ففي الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا إذن فالصوم جنة أي وقايا من النار وكلما صام العبد بعد عن النار فإذا كان من صام يوما أبعد سبعين عاما عن النار فما بالك بمن يصوم شهرا وما بالك بمن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وما بالك بمن يصوم أكثر من ذلك لا شك أنه أبعد ما يكون عن النار ثانيا إن الصوم سبيل إلى الجنة ولذلك روى النسائي بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له ثالثا إن صوم رمضان إيمانا واحتسابا يكثر الذنوب وذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا حديث رواه البخاري في صحيحه من صام رمضان إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله عز وجل واحتسابا لأجر الصوم ومعرفة بما أعضى الله تبارك وتعالى للصائمين فهو يصوم ويتوقع الأجر الذي سيعطاه على هذا الصيام غفر له ما تقدم من ذنبه رابعا إن الصوم شافع مشفع في الصائم ولذلك روى الإمام أحمد والحاكم بسند حسن عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه ويقول القرآن يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان وورد في حديث حذيفة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكثرها الصلاة والصوم والصدقة يعني ما يحدث منك من أخطاء من كلمة نابية أو اعتداء أو إيذاء لأهلك أو خطأ عليهم أو في مالك أو في جيرانك أو تقصير أو ما أشبه ذلك من الصغائر تكثرها الصلاة والصوم والصدقة خامسا إن الصوم أجره عظيم وسبب للسعادة في الدارين كما أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك سادسا ومن فضائل شهر رمضان أنه تغلق فيها أبواب النيران وتفتح فيها أبواب الجنات وتصفض فيه الشياطين ومردة الجن كما جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنة وصفضت الشياطين وفي لغ وسلسلة الشياطين سابعا إن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر وقد حسب بعض أهل العلم ألف شهر فوجدها تزيد على ثلاثة وثمانين سنة وهذه نبذة موجزة عن الصيام دعونا في البداية الأولى نعرف معنى الصيام فالصيام هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإليكم بعض أحكام الصيام أولا النية يجب تبيوت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له حديث رواه النسائي وهو حديث صحيح وقد ذهب الجمهور إلى تجديد النية في كل يوم من رمضان وذلك للتمييز بين الإمساك عن المفطرات للعبادة والإمساك عن المفطرات للعادة وقت الصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس يقول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم حديث رواه مسلم ومفسدات الصوم هي الأكل والشرب متعمدا وتعمد القيء والجماع في نهار رمضان والحقن الغذائية والحيض والنفاس وإنزال المني يقظة وحقن الدم ومما يجب على الصائم تركه قول الزور فقد قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه حديث رواه البخاري ومما يجب تركه كذلك اللغو والرفث قال عليه الصلاة والسلام ليس الصيام من الأكل والشراب وإنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم حديث رواه بن حبان وابن خزيمة ومن السنة تعجيل الإفطار وفيه مخالفة لليهود والنصارى فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر حديث متفق عليه ومن السنة كذلك السحور وقد قال عليه الصلاة والسلام فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر رواه مسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحر فإن في السحور بركة حديث متفق عليه وماذا يقول العلماء في الصوم مع ترك الصلاة بعضهم يقول أنه ينال أجر الصوم ولكنه أثم لأنه ترك الصلاة والبعض الآخر يقول من صام وترك الصلاة المفروضة فقد ترك الركن الأهم من أركان الإسلام بعد التوحيد ولا يفيده صومه شيئا وتارك الصلاة محكوم بكفره والكافر لا يقبل منه عمل لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر حديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح وهذا هو رأي الإمام أحمد وإليكم بعض الأمور التي تعين على اغتنام أوقات هذا الشهر أولا القيام قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعن أبي هريت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث متفق عليه قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا رواه الإمام أحمد وينبغي لك أخي المسلم أن تكمل التراويح مع الإمام حتى تكتب في القائمين فقد قال صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة حديث رواه ابن حبان في صحيحه ومن الأمور التي تعين على اغتنام أوقات الشهر أيضا الصدقة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة ففي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدالسه القرآن والجود هو سعة العطاء بالصدقة وغيرها ومن الأمور التي تعين على اغتنام أوقات هذا الشهر تفطير الصائم قال عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء أخرجه الترمذي والنسائي وصححه الألباني ومن هذه الأمور كذلك قراءة القرآن شهر رمضان هو شهر القرآن قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فينبغي أن يكثر العبد المسلم من قراءته وقد كان حال السلف العناية بكتاب الله فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن كل ليلة مرة وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال وبعضهم في كل سبع وبعضهم في كل عشر فكانوا يقرؤون القرآن في الصلاة وفي غيرها وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة ومن الأمور التي تعين على اغتنام هذا الشهر الاعتكاف فعن أبي هريت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه يعتكف عشرين يوما حديث رواه البخاري ومن هذه الأمور أيضا العمرة في شهر رمضان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعديل حجة متفق عليه وكذلك تحري ليلة القدر قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث متفق عليه ومن الأمور التي تعين على استغلال رمضان الاكثار من الذكر والدعاء والاستغفر أخي الكريم أيام وليالي رمضان أزمنة فاضلة فاغتنمها بالإكثار من الدعاء خاصة في أوقات الإجابة ومن هذه الأوقات عند الإفطار فللصائم عند فطره دعوة لا ترد فعن أبي هريط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم وذكر منهم الصائمة حين يفطر حديث رواه الإمام أحمد والترمذي ومن أوقات الإجابة ثلث الليل الآخر حين ينزل ربنا تبارك وتعالى فيقول هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح حديث رواه مسلم ومن أوقات الإجابة كذلك الاستغفار بالأسحار فقد قال عز وجل وبالأسحار هم يستغفرون ومن الأمور التي ينبغي اغتنامها في هذا الشهر صلة الرحم فعن أبي هريط رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل الرحمه ومعنى ينسأ أن يؤخر حديث رواه البخاري وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله